السؤال بعد كده بيقول حضرتك بتقول نعدي ونطنش أخطاء بعض بعدي كتير وما فيش فايدة ولما بتكلم واقوله اللي بتعمله ده غلط وحرام يزعل ويقول لي كلامك في الموضوع ده هيخلينا نتطلق ومش بيغلط نفسه خالص ويعلم ربنا أني مش مخليه نقصه حاجة مش عارفة أعمل إيه تعبت من تصرفاته أعتسمعيلي أن أنا أحلل السؤال اللي حضرتك قلتهولي دلوقتي لأن السؤال واضح فيه ببساطة خالص أني فيه ثلاث حاجات هقول الحاجات اللي ما تزكيش في الأول وبعدين أخلي الحاجة في الأخر اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها شوية أول حاجة أنه واضح أنه ما فيش توافق زي ما هو واضح واضح أنه لي وجهة نظر في الحياة مختلفة عن وجهة نظرك في الحياة واضح أن أنتو ما حاولتوش أنتو الاتنين تستمروا في اللي يزيل هذا الخلاف بينكم متفقين على ده ده النقطة الأولى النقطة التانية أني واضح أن كل واحد فيكم بيترصد الأخطاء للتاني يعني إيه بترصد الأخطاء للتاني لأن حضرك بتقولي أنا بعدي هو أنت حضرك شايفة أن أنت بيتعدي وهو شايف كمان أن هو بيعدي بس واضح أن أنتو الاتنين محتاجين شوية ثلاثة أقول لكم بقى الحقيقة دي أن أنتو الاتنين عندكم احتياجات وعندكم تطلعات وعندكم أنتو الاتنين حالة من حالات الرغبات اللي كل واحد فيكم بيحاسب التاني على أنه هو يحقق أهاله وبيعتبر التاني لو ما حققهوش هو مقصر في حقه يعني أنت بتعتبر أنه هو لو ما خلاش الحياة على وجهة نظرك أنت فهو في الحقيقة هو مقصر معاك وبيتعامل معاك بنوع من أنواع الإخلال بالحقوق والزوجية وهو بيتعامل معاك بنفس الطريقة طبع أنا جبت منين الكلام ده حضرتك بتقولي أنه هو شايفك دايما مأسرة ولما أنت بتقوله أن اللي هو بيعمله حرام ده بيعمل إيه بيحاول يقولك أن الكلام اللي أنت بتقوله ده ممكن يوصلكم للطرق هو في حتة هنا ما تحكتش أنا أقولها لك بقى اللي أنا حاسه يعني أنه هو بيقول لحضرتك أنت بتنتقديه كثير وبيقولك أنه أنت دايماً بتلميه وبيقولك كمان أنه أنت دايماً بتشتكي وبيقولك أنه ده بيخليكم في حالة مأزومة وده ممكن يوصلكم للطرق وانت دايماً بتشوفي أنه هو مهملك وشايفه أنه هو ما بيقومش بوجبه أنه هو يرعاك وحسسك بالأمان بل هو ما حسسك بالتهديد لأنه كمان واضح أنه بيهددك كمان بالطرق من وجهة نظرك أنا عايز أقول ببساطة خالص أن الحضرتك بتقولي ده بيجعلك مش بتتجاوزي أنت بتقولي أنت بتقولي أنه إحنا لازم نتغاضى أنا بتغاضى لأ حضرتك بتخزني في فرق ما بين أني حضرتك تتغاضي وحضرتك تخزني حضرتك لو تغاضيتي ما كنتيش وصلت للحالة اللي أنت بتكلميني فيها دي وأنا مش جاي دلوقتي عشان أقولك أنت اللي غلطانة ما حصلش لكن أنا عايز أقولك أنا بوصل في الحالة دلوقتي حضرتك ما تقوليش لنفسك أن أنت بتتغاضي لأن أنت لما بتقولي لنفسك أن أنت بتتغاضي أنت بتشحني نفسك أكتر لأن أنت بتقولي أنا هو بزلت أنا آسف وما تمرش أو أنا بزلت ولم يمتني لي فبيبقى عندك الشحن السلبي النفسي مرتين أن أنت تحملت قيمة البزل وكمان تحملت قيمة الخزلان والنقران فده ما ينفعش أن أنا أسمي أن ده أتنوع من أنواع التغاضي ده مسموش تغاضي ده بتقولي اسمه إيه؟ اسمه تخزين ولذلك التماس الأعذار اللي علمهن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو أن أنت لما تلتمس العزر خلاص المسألة بتنتهي لكن ما بتتحولش المسألة إلى ماذا؟ إلى رصيد سلبي ودي طريقة ما تنفعش ما بين الأحبة أنا بستغرب شوية أنت لأن الأحبة يتعاملوا مع بعض كده أنت حضرتك ممكن تقولي لي هو أنت ليه بتقولي كده مع أنه هو اللي غلطان؟ لأن أنت اللي بتسأليني أعمل إيه؟ هو مش موجود عشان أقولك عشان أقوله يعمل إيه؟ وأنا لو قلت له يعمل إيه؟ وإنتي روحتي قلت له يعمل إيه؟ ده عيزود الخلاف بينكم لكن أنا أقدر أقولك تعمل إيه؟ أول حاجة تعودوا مع بعض في جلسة مصارحة لمدة ساعة هديني بقولك هو إجراءته تجلسوا مع بعض إن جلسة مصارحة لمدة ساعة يتقال فيها إيه؟ يتقال فيها لإحتياجات بتاعتك بدون لهم يعني أنا محتاجة أنا محتاجة أن أنا تسمع لأن أنا لما بتسمع بحس أن أنا مرتاح أنا لما بتسمع بحس أن أنا في أمان أنا لما هل أنا جبت سرط في الموضوع؟ خالص وهو كمان يقول كده يقول أنا بحتاج أن حد يقدر اللي أنا بعمله هو ما قاليش وإنت ما بتقدريش اللي أنا بعمله يبقى كل واحد فينا يعبر عن احتياجه بدون أي واحدة من الثلاثة دولة أي حاجة من الثلاثة دولة هتفسد الساعة دي ولو اتعملت مرة واحدة إيه الثلاثة حاجات اللي ممنوعة نعملهم؟ ممنوعة الانتقاد ممنوعة اللوم ممنوعة الشكوى يعني إيه اللي حاصل؟ يعني كل واحد فيكم عايقول احتياجه مجرد من الانتقاد واللوم والشكوى يبقى نقعد ساعة نعمل ده بعد ما نقعد ساعة نعمل ده إيه اللي حاصل؟ ما نقومش بعد كده من هذه الساعة إلا واحنا متفقين على إن احنا نتكلم مع بعض كل يوم نص ساعة نتكلم بقى عن إيه؟ ما نتكلمش خالص عن الماضي الماضي إحنا قلنا احتياجاتنا خلاص وبقينا كل واحد فينا عرف التاني احتياج لآخر كل واحد فينا عرف التاني احتياجه نقعد نص ساعة كل يوم نتكلم عن المستقبل والسعادة طبعا حديك من حقك تقولي هو إيه فايدة الكلام؟ أنا شبعت من الكلام هنا مش المقصود من الكلام هو الحوار بس المقصود من الكلام إن كل واحد فينا بلاش يعتبر إنه هو عارف التاني وهو ما عرفوش أنت بتعتقد إن انت عارف جوزك وحفظاه أنا آسف أنت عارف الصورة اللي انت مكونها عن جوزك بس مش عارف جوزك وهو كذلك هو عارف الصورة اللي مكونها عندك اللي اتبنت على إنك انت لما مسكت السلوك الأريان الحاجات اللي ما بيحبهاش ابتدى يعمل فجوة ويعمل بعض بينك وبينه زي نفس الكلام أو لما بيقولك خلي بالك إن الطريقة دي اتوصلنا للطلاق لأن الحاجات اللي انت بتقوليها والطريقة اللي انت بتقولها له بتفكره بحاجات بتوجعه وهو ما كلفش نفسه إنه ويشيل غطاء الكلام اللي انت بتقوليه ويفهم اللي جوه قلبك انت عايزة توصله لي وإيه الرسالة ولذلك كل اللي بينكم ده جزء كبير منه 80% من اللي بينكم ده سبب والمشكلة في التواصل فاحنا محتاجين نغير طريقتنا في التواصل عشان نقدر نوصل يبا ساعة نعودة نحكي عن احتياجاتنا احتياجات كل واحد فينا نصف ساعة نعودة كل يوم نتكلم عن المستقبل والسعادة محتاجين كمان بشكل وابح قوي 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 نجدد في حياتنا نجدد في حياتنا يعني ندخل أشياء كتيرة في حياتنا بلاش ندخل كل شهر حاجة جديدة في حياتنا زي ايه زي ان احنا ندخل مثلا قراتنا لذكرياتنا اللي فاتت مرة تانية نفضل نتكلم عن ذكرياتنا مرة كل اسبوع زكرياتنا اللي كانت حلوة واللي كان عملناها مع بعض واللي عيشناها ونتكلم في آخر جالسة الزكريات اللي ممكن ما تاخدش أكثر من عشر دقائق ربع ساعة نتكلم احنا ازاي ممكن نعمل زكرة تاني ونتفق على معاد نعمل زكرة تاني فيها ممكن الناس تتفق انها تعمل زكرة تاني ايوة وده بيعمل نفس في الجواز لو حضرتكم عملتوا الكلام ده انا اظن ان ده هيفرق كتير معاكم ارجو ان انت تركزي وتسمعي الكلام ده بقلبك اكتر ما تسمعيه هو ده صح ولا غلط هو مين اللي غلطان فينا مش مهم مين اللي غلطان فينا قد مين اللي عيحل فينا احنا لما بنيجي في المشكلات الزوجية دايما بيبقى عندنا ايه يريد اصلاحه يبقى مين اللي عيصلح لان اللي عيريد اصلاح يوفق الله بينهم يبقى اللي عايز صلح ربنا سبحانه وتعالى يوفقه طب تعالوا نشوف احنا هنصلح ازاي وازاي كل واحد ايه كله نصيب في الحل وما يكونش اي حد فينا هو متعاحد تصدير المشاكل